نرجع تاني لسخح 23 خروج 23 لا تقبل خبرا كاذبا ودي ترتبط بالوصية التاسعة لا تشهد بالزور ما تقبلش كلام الكذب مش بس ما تجدبش لكن كمان ما تقبلش كلام الايه الكذب ما تديروش مكان جواك ياه قد ايه فرحتنا لما نقعد ندم في بعض ونتكلم بالكذب على بعض وكل واحد حطه ودهانه ايه تاني ايه تاني كلام كد لكن الانسان بيفرح بي نفرح بالمصائب والفضايح بيسموه كده اللسان الثالث النميمة دي ثلاثة بيتضروا فيها اللي بينم واللي بيتنم فيه واللي بيسمعوا ما بين الاتنين اللي بيسمعوا كلام النميمة لشان كده لا تقبل خبر كاذب ونفضلش نتكلم على بعض ونشهر ببعض مش بس ما نتكلمش وما نقبلش ان حد يكلمنا عن حد غلط ولا تضع يدك مع المنافق لان العمال يجي يقولك دلوقتي ويشوه صورة اخوك عشان يوليك ان انت حلو نفس العملية هيعملها مع غيرك هيشوه في صورتك عشان يبين غيرك حلو حطش ايدك مع منافق لتكون شاهد ظلم لا تتبع الكثيرين الى فاعل الشر ولا تضع يدك ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف حذر من نقطة خطيرة يعني مش لقيت ناس كتيرة ماشية غلط اهو الكل ماشي كده ايه نمشي وراه لا تتبع الكثيرين الى فاعل الشر مش الموضة كده نمشي معاها او الطيار كده نمشي معاها اعرف ان الاليل هو الصح كتير تملي غلط واسع الباب اللي يؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون فيه قالوا فمرة لستنسوس العالم كله ضدك ما تمشي مع الطيار قال لهم وانا ضد الايه العالم لا توجب في دعوة يعني لما تتسئل في دعوة ما تشوفش رأي الناس كلهم بيقولوا ايه الاكترية ايه وانا كمان معاهم لا ما تميلش الحق ولا تحابي مع المسكين شوفوا لدرجة ايه لا تحابي مع المسكين طب ده انت لسه بتقول المسكين واليتيم والارملة والايه والغريب لكن قال ما تحبهوش لو كان المسكين ده غلط قل له انت غلط ما تقولش ده يعني غلبان وطيف يعني فوت له لا لا تحابي مع المسكين الغلط غلط والصح صح لا تحابي مع المسكين ما تاخددش شفقة او رهفة لكن غلط تقول له انت غلط لكن صح اوقف وعدده استادفت صور عدوك او حماره شاردا ترده اليه برغم ان انت عارف ان ده ايه عدوك ترجعوا ليه استادفت اذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلابد ان تحل معه ما تقولش ده عدوي واحسن ويستاهل لكن المحبة بتاعتك تفرضك وخدوا بالكوا ان ده مش امر اختياري يعني مش على مزاجك ده ايه امر من مين من الله تعمل كده لا بد ان تحله مساعدة الاخرين امر مش اختياري حتى لو كانوا اعداءنا ده امر الهي واذا كان بالاولى بتساعده في الامور المادية في حمار او في طور فايضا انت مسؤول لو كان اللي ضايع ده مش حمار او طور ده لو كان ضايع ايه نفسه خدمة الاخرين وخدمة النفوس حد شو المش مسئوليتي او مش حاجة اختيارية دي حاجة امر اذا كان ربنا بيقولك اهتم بالطور بتاعه فبنفسه اللي اهم من الطور الف مرة ماذا قدمت لها ابتعد عن كلام الكذب لا تحرف حق فقيرك فيه دعوان زي ما متحديش الفقير ايضا ما تظلمش الفقير ومتحرفش حقه ما تقولش ده فقير يعني الواحد استكراده وقلاط لا دليل ربنا يدفع عنه ما تحرفش دعوان ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لاني لا ابرر المزنب ولا تأخذ رشوة لان الرشوة تعمي المبصرين وتعوي كلام الابرار شوفوا سلطان الرشوة قديه لا تأخذش رشوة من حد وعايز اقول الرشوة مش بس الفلوس او الهدايا ده الرشوة دي ممكن تبقى معنوية يعني واحد بيتمحلس لك كده وبيمدح فيك طوال تفوت له كتير عالش ممكن نترشي معنويا صحيح بنقول لا احنا ما نترشيش ماديا لكن بنترشي معنويا وياما بندوس على بعض لما ناس ثانية ترشينا كده وتضحك علينا بكلمتين تقول له لا ترتشي لا تضايق الغريب فانكم عارفون نفس الغريب لانكم كنتم غرباء فيه ارض مصر وبعدين يبتدي يتكلم له عن السبت للارض والسبت للانسان وده نبقى نكمله المرة الجاية لكن شفته من الكلام الكتير اللي ربنا قاله في تفصيله للوصايا قدي ان ربنا عادل وقدي ان ربنا رحيم وقدي ان الانسان منحط لدرجة انه يلجأ لأعمال منحطة جدا لكن مع هذا ربنا بيطول باله على الانسان بولت الرسول لخص كل الكلام ده وقال كل الوصايا دي تكلمنا عليهم ستمية واربعة وصية الانسان يريح نفوخه ودماغه من حفظهم لو عمل حاجة واحدة بس لو طلعنا رسالة روميا اسحح 13 يلخص كل الكلام اللي قلناه روميا 13 عدد 8 صفحة 263 روميا 13 8 صفحة 263 لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا لان من احب غيره فقد اكمل الناموس لان لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالذور لا تستهي وان كانت وصية اخرى هي مجموعة في هذه الكلمات ان تحب قريبك كنفسك المحبة لا تصنع شر للقريب فالمحبة هي تكميل النموس لو الانسان عاش بالمحبة يستريح من كل الكلام اللي احنا قلناه ربنا المجد دائما ابدية لانه في حد يحب يسأل حاجة في الجزء له كلام حلو بس طالما ان انت ما بتقصدش من وراء ايه مكسب او مصلحة او حاجة من الصح انت بتقولها له بتنفقه خلاص يبقى ما تقولهاش لا تعودنا دي بقى حاجة تانية مش الكثيرين بتعارف كده بتقوله لايه خليك واضح معاه اللي انت بتقصده ممكن تقول شجعه صغار الايه النفوس بس بحكمة والامانة يعني مش واحد شايفه عمال يتلقى تقوله اه معنش يعني هتعمل انت الخير والباركة الظروف صعبة هتعمل ايه يعني في حد يحب يسأل حاجة تانية فضل استعلي حصك معنش انسان وحشي انه عايش بالعنص بيعادي كل واحد وكل واحد بي ايه بيعاديه ياخد حقه بايه بايده وده اللي حصل حاليا دول اولادهم اللي هم العرب العرب كل حياتهم ايه كناء يدهم على كل واحد ويد كل واحد ايه ايه يحب يحب يسأل حاجة تاني البكور اللي هي اول حاجة يعني واحد بيشتغل اول مرتب ومفروض يروح لربنا بعد كده يدي العشور ربنا ياخده تفضلوا نكمل سفر الخروج اصحح 23 من عدد عشرة خروج 23 من عدد عشرة وست سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها واما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية كذلك تفعل بكرمة وذيتونتك ستة ايام تعمل عملك واما اليوم السابعة ففيه تستريح لكي يستريح صورك وحمارك ويتمفس ابن آمتك والغريب وكل ما قلت لكم احتفظوا به لا تذكروا اسم آلها اخرى ولا يسمع من فمك ثلاث مرات تعيجي في السنة تحفظ عيد الفطير تأكل فطيرا سبعة ايام كما امرتك في وقت شهر ابيد لانه فيه خرجت من مصر ولا يظهر امامي فارغين وعيد الحصاد افكار غلاتك التي تزرع في الحق وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحق ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب لا تزبح على خمير دم ذبيحتي ولا يبيت شحم عيدي الى الغلج او الافكار ارضك تحضره لي الى بيت الرب الهك لا تطبخ جديا بلبن امه ها انا مرسل امامك ملاكا امام وجهة ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته تحترذ منه واتمع لصوته ولا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه ولكن ان سمعت لصوته وتعبدون الرب الهك فيبارك خبزك وماءك واذيل المرض من بينكم ولا تكون مسقطة ولا عاقر في ارضك واكمل عدد ايامك ارسل هيبتي امامك وازعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم واوطيك جميع اعداء مدبرين وارسل امامك الذنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين من امامك لا اطردهم من امامك في سنة واحدة لان لا تصير الارض خاربة فتكسر عليك وحوش البرية قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر وتملك الارض واجعلوا تخومك من بحر سوف الى بحر سلسطين ومن البرية الى النهر فاني ادفع الى ايديكم سكان الارض فتطردهم من امامك لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا ولا يسكنوا في ارضك لان لا يجعلوك تخطئ الي اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا مجدا للثالوس الاقدس كنا ابتدين نتكلم المرات اللي فات عن تفصيل الشريعة او تفاصيل الوصايا العشرة اللي ربنا كلم بيها موسى النبي وتكلمنا عن ازاي ان ربنا بيقدر قيمة النفس البشرية وقيمة كل ما تمتلك النفس البشرية عشان كنا اتكلم في تفاصيل كتيرة ان الانسان ياخد باله من تصرفاته تجاه الاخرين وكانت ملاحظة مهمة جدا ان لا علاقتك بالله تضغي على علاقتك بالانسان ولا علاقتك بالانسان تضغي على علاقتك بالله ان الاتنين مرتبطين ببعضيهم يعني مش واحد يصلي ويصوم ويكون علاقة بربنا وفي نفس الوقت هو عمال يدوس على الناس اللي حواليه ما تنفعش ولا واحد بيعمل علاقتك ويثمع الناس اللي حواليه لكن في نفس الوقت ما لهش علاقة بالله ما ينفعش عشان كده كان النموس كله يتلخص فان الانسان يحب الله ويحب القريب لازم الاتنين يبقى والعلاقة مشين مع بعضيهم محبة لله وعلاقة سليمة بين الانسان وبين الله وايضا محبة وعلاقة سليمة بين الانسان وبين اخوه الانسان وشوفنا قد ايه ان الانسان وصل لدرجة منحطة جدا في خطياه لكن مع هذا ربنا في طول اناته بينصح وبيرشد وبيدي للانسان الطريق او بيدي له النعمة اللي هي تقدر ترفعه فوق ضعفه وفوق الانحطات بتاعه لما ربنا تكلم عن الوصية الربعة او الوصية الاخيرة الخاصة بعلاقة الله والانسان اللي هي الوصية الربعة اللي بتقول ايه الربعة لا اذكر يوم السبت لاتقدسه وتكلمنا عن يوم السبت يوم الراحة وازاي الانسان يريح ربنا في حياته قبل كده وازاي الانسان يقدر يقدي يوم ربنا او يوم الراحة ده مع الله او في وجود الله لكن هنا يبتدي ربنا يتكلم عن يوم السبت تجاه الاخرين مش يوم السبت انك تقفل على نفسك بينك وبين ربنا وخلاص لا ده فيه علاقة بيني وبين الاخرين تختص بيوم السبت يعني لو اريته من عدد عشرة فخروج تلاتة وعشرين لعدد اربعتاشر يقول له ست سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها وفي السبعة تريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلاتهم تأكلها الوحوش البرية كذلك تقعل بكرمك وذيتنتك ستة ايام تعمل عملك وفي اليوم السبعة فيه تستريح ومش بس انت الوحدك تستريح يستريح صورك وحمارك ويتنفس ابن امتك ابن امتك يعني ابن عبدتك والغريب يعني يوم السبت ده مش يختص بالله فقط لا ده يختص ايضا بالايه بالاخرين بمعاملتنا بعدين مع بعض يعني هنا يا ربنا بيقول له تريح مش انت بس ترتاح في السبت ده كمان الارض ترتاح الجماد يرتاح الارض ترتاح والحيوان التور والحمار يرتاح والغريب وابن عبدتك او ابن امتك كمان يرتاح مش بس تريح ربنا ويبقى يوم راحة للرب لكن كمان يوم ده تصنع في راحة للي حواليك تريح ارضك ست سنين تزرعها وفي السنة السبعة تريحها ما تزرعهاش ست ايام تشتغل وانت تستريح لكن مش لوحدك وتريح حمارك وتورك وعبدك خد بالك من حقوق الاخرين حقوق الناس اللي حواليك مفيش حاد يقول انا ليه علاقة بربنا وبس ويدوس على اللي حواليه ما ينفعش زي ما هو يوم السبت يختص بالله ايضا يختص بالاخرين عشان كده قال له السنة السبعة تسبها تريح الارض وتخلي الفقرة يكلوا المحصول بتاعك ما تبعهوش واللي يفضل من الفقرة تكلوا الحيوانات تريح الكل السبت وحقوق الاخرين مش بان يوم السبت راحة تدوس على الناس اللي حواليك وتتعبهم هم وتستريح انت لا لازم تبقى العلاقة متوازنة بين الله والانسان وبين الانسان والانسان ايضا تعرفين بسبب الوصية دهية ان ربنا كان موصيهم تملي تزرعوا ست سنين والسنة السبعة ايه تزرعوش حاجة تريحوا الارض لكن اليهود كانوا طمعين ما نفذوش الوصية دهية فضلوا يزرعوا 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 على طول عالفين ربنا عمل فيهم ايه تعالوا نطلع سفر اخبار ايام التاني كده سفر اخبار ايام التاني صحة ستة وتلاتين صفحة سبعمية سبعة وتلاتين عدد ستاشر اخبار ايام التاني صحة ستة وتلاتين عدد ستاشر صفحة سبعمية سبعة وتلاتين فكانوا يهزؤون برسل الله ورذروا كلامه وتهاونوا بانبيائه حتى صار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء فعصعد عليهم ملك الكلدانين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم ولم يشفق على فتى او عذراء ولا على شيخ او عاشيب بل دفع الجميع ليده وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخذائن بيت الرب وخذائن الملك ورؤساء اتى بها جميعا الى بابل واحرقوا بيت الله وهدموا سور ارشالين واحرقوا جميع قصورها بالنار واهلكوا جميع آنيتها السمينة وسبى الذين بقوا من السيف الى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكة فارس يعني شوفوا ربنا هنا عمل ايه خرب كل حاجة في ارشالين لا ولد ولا بنت ولا زغير ولا كبير حتى بيت الله وحتى لهيك الربنا خربوا وحتى اثار ارشالين حرقوها دفع كله للدمار كل دا ليه يبان في الاية الجاية لاكمال كلام الرب بسمى ارمية حتى استوفت الارض ثبوتها لانها ثبتت ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال سبعين سنة يعني شوفوا ربنا سلم شعبه لسبي بابل تستوفي الارض ايه ثبوتها ايه تستوفي الارض ثبوتها هم ما كانوش بيده السنة السبعة السنة السبعة دي كانت ما سسمى ايه سبت كانت تسمى سبت فهم اهنالوا دي قعدوا ربعمية وتسعين سنة يزرعوا الارض وربعض 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 فرح ربنا مسلمهم للسدي لمدة ايه ها سبعين سنة لاكمال سبعين سنة لكي ما تستوفي الارض ايه ثبوتها انتو مش عايزين تسمعوا الكلام وانا اقلوك وصية تريحوا الارض طيب اه الارض تصير خراب لمدة سبعين سنة يعني شوفوا ربنا سلم شعب اسرائيل للسدي من اجل الوصية ده هي ان هم ما رعوش حقوق الغير حتى حقوق الجماد الارض مفروض السنة السبعة دي كانت سنة ابراء سنة راحة هم ما اهتموش بالحتة دي واحد مش مهتم بالحتة دي يعني مش مهتم ان يريح لا ربنا ولا يريح الناس اللي حواليه طيب الارض بتاعتكو دي تتسلم للخراب لمدة سبعين ايه سنة ولو رجعنا لسفر ارمية اصحاح خمسة وعشرين لاي ان ارمية قال لهم كده ربنا بعث لهم انذار خدوا بالكوا ان انتم ما بتعملوش السبت للارض ارمية خمسة وعشرين عدد تمانية صفحة 1112 1112 لذلك هكذا ارمية خمسة وعشرين عدد تمانية لذلك هكذا قال رب الجنود من اجل انكم لم تسمعوا لصوتي انا ارسل فياخذ كل عشائر الشمال يقول الرب وإلى نبوخذ نصر عبدي ملك بابل ويأتي بهم على هذه الارض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها فاحرمهم واجعلهم دهشا وصفيرا وخرابا ابدية ابيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس صوت الارجيحة ونور السراج وتصير كل هذه الارض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة سبعين ايه سنة يعني ارمية من قبل السبي نبههم انتم ما بتنفذوش كلمة ربنا ما بتنفذوش الوصية قال لكم سبتوا الارض سبت سنين تزرعها والسنة السبعة سبت عشان كده نفس الفترة مدين استلام الوصية لغاية سبي بابل ربعمية وتسعين سنة ربعمية وتسعين سنة دول يطلعوا فيهم كم سنة سبتية سبعين سنة يعني كمفروض سبعين سنة سبعين مرة يبطلوا الزراع ما عملوش كده فراح ربنا نسلم الارض خراب لمدة سبعين سنة لكي ما تستو في الارض سبوتها ما بتديش حق غيرك طب انا هاخد حق غيرك منك ده اللي ربنا عايز يقوله ما بتديش حق غيرك انا هاخد حق الارض الجماد اللي مش قادرة تدافع عن نفسها عشان كده تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان دانيال النبي بعد ما تسبى في بابل كان شاطر وقاري الارايات كويس عرف التاريخ اللي لازم يرجعوا فيه من السب لو طلعنا سفر دانيال اصح تسعة صفحة الفمتين تمانية وسبعين الفمتين تمانية وسبعين دانيال تسعة عدد واحد يقول في السنة الاولى لداريوس ابن حشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الاولى من ملكه انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارمية النبي لكماله سبعين سنة على خراب ارشاليم فوجهت وجهي الى السيد الرب طالبا بالصلاة والتدرعات دانيال حسب الحزبة كويس انه من السنة اللي تسبوا فيها عد سبعين سنة وقال لهم السنة دي هنرجع لازم نرجع لارشاليم لان ربنا قال لنا هتسبوا لمدة ايه سبعين سنة وفعلا في السنة دي او في السنة اللي قال فيها دانيال صدر امر من كورش ان شعب اسرائيل يرجع من بابل الى ارشاليم مرة تانية نرجع تاني لخروج تلاتة وعشرين عشان كده ربنا انتأم للارض اللي الشعب مريحاش خد حقوق الاخرين فقال له السبت مش بس علاقة بيني وبينك لا دا السبت ايضا تريح فيه الارض وتريح فيه الحيوان وتريح فيه عبدك تدي راحة للكل مش تقول انا ارتحنا وربنا والباقي تعبان لا تدي راحة للكل عشان كده المسيح لما كان بيعمل مواجزات يوم السبت وجوم قالوله لا يحل الابراء في يوم السبت قال لهم ده انا بريح انسان كله بشفيه ازاي ما يحلش ادي الوصية بتقول ان السبت مش بس بينك وبين ربنا لا دا بينك وبين اللي حواليك حتى الجماد حتى الحيوان ثلاث مرات تعيد لي في السنة ستر الخروج 23 عدد 14 تحفظ عيد الفطير تأكل فطيرا سبعة ايام كما امرتك في وقت شهر ابيب لان فيه خرجت من مصر ولا يظهر اماني فارغين عيد الحصاب وابكار غلاتك التي تزرع في الحق وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحق ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب شوفوا ربنا بردك في حلوته اهتم انه يفرح الانسان يدي له ايام مبهجة يخليه يعيد يفرح مش بس قاعد يدي له في اوامر وفي وصايا لكن يدي له ادي له ازاي يفرح يعيد فكان فيه ثلاث اعياد رئيسية ثلاثة دول كل اليهود من كل ما كان في العالم كانوا يلازم يتجمعوا في ارشالين عيد الفطير اللي كان بعد عيد الفصحة على طول عيد الفصحة والكتير اول واحد الثاني عيد الخمسين اللي كان فيه شعوب متجمعها كتيرا في ارشالين يوم محل الروح القدس لان ده كان عيد كان لازم كل الناس تتجمع فيه وعيد الجمع او عيد المظال دول الثلاثة اللي كان لازم كل اليهود مهما كان في اي بلد بعيدة لازم ييجي ويبقى في ارشالين لازم يحضر في الهيكل لكن كان في اليهود عندهم سبع اعياد بصفة عامة في سبع اعياد كانت رالي رقم سبعة ده مع اليهود ربنا بيشتغل بكتير اوي في سبع اعياد عندهم عيد الفصحة اول عيد عيد الفطير تاني عيد عيد البكورة تالت عيد عيد الخمسين رابع عيد عيد الابواق خامس عيد عيد الكفارة سادس عيد عيد المظال سابع عيد كان في سبع اعياد عندهم بيعيدوا بيهم عيد الفصحة كلنا تكلمنا عنه قبل كده وعرفنا معناه لما زبحوا خروف الفصح وبيصنعوا هذا التذكار وتاني يوم عيد الفصحة على طول بيبقى عيد الايه الفطير ان ما يكلوش خمير خالص لكن يكلوا ايه فطير واتكلمنا عن ان الخمير ده رمز للخطية وللشر فبعد ما اخدوا واحتموا بدم خروف الفصح ما يصحش ان يبقى في حياتنا ايه خمير عشان كده كانوا يعيدوا عيد الفطير ده مدة قد ايه سبع ايام كمال دورة الايه الزمن ان حيات الانسان كلها بعد كده تبقى خالية من الخمير في عيد الثالث اسمه عيد البكورة وكان في عيد البكورة ده يجيب رئيس الكهنة حزمة الشعير اول حصيد اول حصيد الشعير اول حزمة يحصدوها كانوا يعني البكر او البكورة ويجي يرددها امام الله ويقدمها لربنا واللطيف ان عيد البكورة ده كان يجي امتى كان يجي في اليوم الذي يلي ثبت الفصح يعني يبقى يوم الايه اليوم اللي يلي الثبت يبقى يوم الايه اسمه ايه الحد وبوليس الرسول يقول ان المسيح قام بكورة الراقدين المسيح قام بكورة الراقدين المسيح هو البكورة عشان كده المعنى كان جميل جدا ان السبت بتاع الفصح اليوم اللي وراه الحد على طول اللي وراه كان يجيب رئيس الكهنة الحزمة ويرددها امام الله اسمه عيد البكورة والمسيح قام بكورة الراقدين زي ما بيقول بوليس الرسول في كرونسس الثانية اسحح 15 كرونسس الاولى اسحح 15 وبعدين يعيده خمسين يوم من عيد الفصح ويعيده عيد الخمسين او عيد الحصاد والعيد ده اللي استلموا فيه هدفاكر يوم الخمسين ده استلموا فيه ايه الشريعة من على الجبل ربنا بعث لهم الشريعة في اليوم الخمسين بعث لهم كلمته اللي احنا بنعيد في نفس اليوم ده بعيد حلول الروح القدس يبقى دول اربع عياد العيد الخامس اسمه عيد الابواق ويده ييجي في راس السنة في الشهر السابع العبري يوم ما يتولد الهلال اول يوم في الشهر لما يظهر هلال الشهر الشهر السابع يضربوا بالابواق وعملهم اليوم ده يبقى يوم حلو ومحفل كبير جدا ويفرحوا فيه اسمه عيد الابواق حنيجي للعياد دي بتفصيل كبير نشوف تقصها والنموذج بتاعها لما نخش في سفر اللاويين لكن عيد الابواق ده كان يرمز الى القيامة شوفوا الملاك هنا سوريال ماسج بوق بنسميه الملاك المبوق اللي حيعلن انتهاء العالم ملاك سوريال رابع ملاك اسمه الملاك المبوق وفي نفس الشهر السابع ده عيد اللي بعديه العيد السادس اسمه عيد الكفارة اللي هو سكن ستة اكتوبر اللي ضربوا فيه اسرائيل والعيد ده لما حنيجي نشوف تقصه تقصه شديد جدا ده اليوم ده يتصام وكان اليوم ده اليوم الوحيد اللي فيه رئيس الكهنة يخش الى قدس الاقداس اليوم الوحيد اللي في السنة ويخش بتقصه معين وبزبايح معينة هنبقى نشوفها عيد الكفارة وحنشوفوا ازاي ان العيد الكفارة ده كان يرمز الى يوم صلب المسيح وبعدين العيد السابع اسمه عيد المضال يقول لهم تطلعوا كلكم من بيوتكم وتعملوا مظال من ساعة في النخل والزيتون وتسكنوا في المظال ده هي لاما على السطوح لاما في الحبائق او في الاماكن المفتوحة وكان عيد المظال ده رمز للحياة الابدية عشان كده بتقصه كان العيد ده يتعيد بيه ثمانة ايام من السبعة ثمانة ايام لان اليوم الثامن رمز الايه لليوم الجديد ان كانت وحدة الزمن الاسبوع سبعة ايام فرقم ثمانية رمز لليوم الجديد مظال الابدية رمز للحياة الابدية ودي المنظر اللي شافه يحنى في الرؤية لما لقى ان فيه ناس كتيرة لبتة سياب بيض ومشيين ورا الخروف وفي ايديهم ايه زعف النخيل في ايديهم زعف النخيل فربنا رتب لهم السبع اعيات دول وكان فيه سبع ايام مقدسة مايشتغلوش فيها لكن يتفرغوا فيها الربنا والسبعة ايام المقدسة دول كان اول وسابع يوم من عيد الفطير مايشتغلوش خالص ادي يومين اول وسابع يوم من عيد الفطير وبعدين يوم الخمسين وبعدين راس السنة اللي هو عيد الابواق وبعدين يوم الكفارة ادي خمس ايام وبعدين اليوم الاولاني واليوم الثامن من عيد المضال ادي سبع ايام اقدس سبع ايام في السنة عند اليهود اليوم الاولاني والسابع من عيد الفطير عيد الخمسين عيد الابواق يوم الكفارة وبعدين الاولان والتامن من عيد المظال دول اجازة وعطلة رسمية ما يقدروش يتحركوا فيها فربنا اهتم اهتم بالشعب بتاعه ودالوا اعياد يعيد ويفرح بيها ولو تلاحظوا ان الثلاث مرات اللي طلب ربنا فيهم ان كل الناس تتجمع كل الذكور تتجمع في ارشاليم اللي هو عيد الفص وعيد الخمسين وعيد المظال يختصوا بتلت ابعاد الانسان الفص والفطير ده تعمل وانتهى يختص بالماضي يختص بالماضي عبرته وعد عليك الملاك المهلك وانتهى يوم الخمسين يختص بالحاضر معك وصيتي دلوقتي الكلمة اللي انت استلمتها مني في يوم الخمسين ادي الحاضر بتاعك وعيد المظال يختص بالمستقبل مستقبلك مبهج ومفرح لشان كده الثلاث اعياد اللي كان لازم يوجدوا فيهم في ارشاليم يختصوا ببعبعاد الانسان في حياته ماضيه وحاضره ومستقبله عيد الفص وعيد الفطير كانوا يجوا في الربيع باستمرار شهر ابريل شهر نيسان عيد الخمسين يجي في الصيف شهر يوليو شهر يونيو وعيد المظال يجي في سبتمبر او في اكتوبر في الخريف بداية الخريف فدون الايام اللي ربنا يرتبها لشعبه علشان ان هو يفرح ويبتهج بيها سبع اعياد وسبع ايام وهنرجع للأعياد دي بتفاصيلها لما نيجي ندرس في سفر اللويين لكن المهم ربنا طلب منهم طلب كده لما تيجوا تعيدوا وتعملوا ايه ها لقرأ كده البراجراف من عدد 14 لعدد 20 طلب منهم طلب تلبات لما تيجي تعيد تاخد بالك من ثلاث حاجات مين يطلعهم طب قولي الاية نطلع كده ثلاث ايات من هنا ربنا حط لما تيجوا تعيدوا فيه ثلاث شروط طب بصوا كده في عدد 14 ها ولا يظهروا امامي فارغين ها دي اول واحدة يعني ما يطلعوش قدامي ويجوا قدامي ويقدم فضية ها دي اول واحدة الثاني واحدة في عدد 18 لا تذبح على خمير دم زبيحتي واللي بعديها ولا يبيت شحم عيدي الى الايه الى الغد لا دا مش في العيد دا بصفة عام يبقى في العيد فيه ثلاث شروط ربنا حطهم لا تظهروا امامي فارغين ما تذبحش على خمير دم زبيحتي وما تبيتش شحم عيدي الى الغد لو عايزين نفهم المعنى الحقيقي للاعياد اللي احنا بنعيدها ويهل لربنا طلبوا مننا في العيد اول حاجة لا تظهر امام الله فارغا ما تجيش وإيديك فضية طب اجيب ايه لربنا وانا جاي يوم العيد اجيب ايه هل لهم كده ما تجوش ما يصحش وانتو جايين من كل مكان في العالم وجايين في الهيكل في قرشاليم وجايين في العيد بتاعي وإيديك فضية طب نجيب ايه يا رب نجيب لك خرفان وعجول وتيوس ونتبح ده المعنى الظاهر نجيب لك شوية فضة ودهب ونحطهم في الهيكل ده اللي فهموه يعني ما تجوش تعيده ايه لو معاكو ايه العيدية يعني العطاية لكن تعالوا نطلع كده لسفر اشعية اللي صاح الاولاني ونشوف ربنا بيقول ايه عن العيد واللي هما بيجبهوله في العيد صفحة 992 اشعية واحد عدد 11 اشعية واحد عدد 11 لماذا لي قصرت زبائحكم يقول الرب اضخمته من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اصر يعني ربنا بيقولهم انا جاتلي تخمة من كتر الكباش اللي انتوا ايه قدمتموها ليه طب وانت زعلان ليه يا رب هل انت تدعى الناس قدم لك حاجات كتيرة كبه تعالوا نشوف ليه زعلان حينما تأتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم مين اللي طلب منكم كده انك تجبولي دول مش ده اللي انا عايزه طب عايز ايه ان تدوسوا دوري لا تعونوا تأتون بتقدم باطلة البخور هيو مكرهة لي يا سلام يا رب يعني الناس بتقدم لك بخور كرسته صارت علي ثقلا مللت حملها بقيت شاطئها بقيت علي ثقيلة يعني زي بقول ثقيلة على قلبي فحين تفصتون ايديكم افطر عيني عنكم وان كسرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملان دماغ دمن اغتسلوا تنقوا اعدلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فاعل الشر تعلموا فاعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الارملة هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلج وان كانت حمراء كالدودي تصير كالسوف هم فهم الوصية لا تظهروا امامي فارغين بسيطا جيب لك تيوس وكباش وخرفان ودهب وفضة لكن ربنا لهم جات لي تخمة بخوركم بقى مكرهة لي طب انت عايز ايه كفوا عن فاعل الشر وفعلوا الخير تنقوا اغسلوا ايديكم هلما نتحاجج ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلج عايز تعيد دفعت الربنا في العيد 200-300 جنيه وجبتلك بذلة وجيت متقايف واللي عمل شعره واللي حط برفان من نوع معين ولي ولي وجاي الناس كده يعني جايين لربنا بمنظر حلو ربنا يقول ارست منكم صارت اعيادكم علي ثقلا مللت حملها طب ده منظرنا حلو يا رب وجايبين لك حاجات كتيرة مش ده اللي انا عايزه منكم اللي انا عايزه منكم انكم تتنقوا تغتسلوا عايز تيجي تعيد مفيش معنى للعيد من غير توبة من غير انك تنضف ده اللي ربنا عايزه ما تجيش فارغ ما تجيش فارغ لكن تعالى مليان بالنعمة مش مليان بالهدوم وبالشياكة ما تظهرش اماني فارغا ربنا يبص كده علينا ويشوف كل واحد والمظاهر واللي لابس واللي عامل واللي مسوي ويقول كل الناس دي فارغين مش ده اللي انا عايزه احنا حولنا عايزنا الى شوية مظاهر بقى كل واحد بيجي يفتخر بالتفريحة وبالبدله وباللي عامله واللي مسويه في العيد وللأسف ربنا يبص علينا كده بهذا المنظر كلكم فارغين ربنا طالب في العيد ان الانسان يتنقى تعالى نتحاجك انت فيك غطية انا اغسلك انا اضفك نتطهر تيجي وانت مليان بعمل النعمة جواك لكن ما تجيش بمظهر فارغي من برة لا تظهروا امامي فارغين افتكروا الاية دي في كل ايد احنا بنعيده وانت جاي كده افتكر انت جاي قدام ربنا فارغ ولا مليان فيه واحد يقول انا مش جاي فارغ ده انا جاي بواحد معايا طب جايبه ازاي ما هو ممكن بردك لا تظهروا فارغين هات لحد الربنا بس نجيبوا الربنا صح واحد بعيد قربوا الربنا صح مش تقوله تعالى اتفرج على المناظر وعلى الناس لابسة ايه وبتعمل ايه تعالى قلت تلاقيدي ليلة كده انا حلوة كده كل الناس بتقوى بتضحك والاخر شيكة تعالى اتفرج ده انت ما جبتوش لربنا انت ما جبتوش صح انت جبته غلط لكن مين اللي يجي التنيسة ويجايب واحد لربنا مش يجي يتفرج على الناس مين اللي يجي يحضر العيد وجايب مقدم انسان لله قد يكون الانسان ده اي حد قريبي صحبي صديقي لكن ما بنقدمش لربنا صح بنفتكر ان احنا يعني لما ندفع عشرين تلاتين ولا ميتين ولا الف جنيه حتى خلاص عملنا اللي علينا ما ظهرناش فارغين لكن يقول لماذا ليه قسرة الضبائح بخوركم صارت ليه مكرهة اعيادكم تقلت علي مللت حملها اليهود فهمه كده يعني ما تجيش فارغ تجيب لك شوية حاجات وانت جاي ها مطلوب انك تقدم تعبير حب عن الله ولله لكن اهم من العطية اللي انت بتقدمها وهم من المظهر اللي انت بتيجي بيه ان يكون وراء الجوهر صح ان انت تتنقى تختسل تتطهر من الشر عشان كده راح هتطلهم الشرط التاني ما تسبحوش دم زبيحتي على خمير انت بتقدم لربنا زبيحة ما تحطهاش على خمير خمير يعني ايه شر على خطية عشان كده قالهم لا اتيق الاسم والاعتكاف يعني الناس اعتكاف معايدين لربنا لكن في نفس الوقت عايشين في حياة الايه الخطية لا اتيق الاسم والاعتكافيجه ازاي اتنين على بعض عامل انك بتعايز لربنا وجوهات خطية ما تجيش عشان كده قالهم ما تسبحو الزبيحاتي على خمير على خطية ما تعملش ان ليك شكل انك بتقدم صلة وبتقدم زبيحة وانت بتقدمها على خمير على شر وعلى خطية عشان كده قالهم لا اعود اسمع صلواتكم حتى ولو اكثرتم ده ناس بتصليلك كتير يا رب انت لاقي يعني في حد اليومين دول بيصلي كتير يقول حتى لو كانوا بيصلي طول اللي 24 ساعة لكن مش هسمع لان فيه خطية فيه خمير عشان كده قالهم لا يظهروا امامي فارغين وبعدين قالهم ما تسبحش زبيحتي على خمير وبعدين تالت حاجة ولا يبيت شحم عيدي يعني الاعياد دي ايه بتاعتي الى الغد يعيش العيد في معناه ما تأجلوش لبعدين ان كان عيد القيامة ما تقولش نبقى نقوم بكرة لكن قوم في عيد القيامة خد قوة قيامة ان كان عيد ميلاد ما تقولش المسيح يتولد بكرة في حياتي ولا بعد سنتين ثلاثة لكن خد في نفس اللحظة اللي انت موجود فيها ميلاد المسيح بواك كان عيد الغطاس موت عن الخطيئة ما تفنين معه في جرن المعمودية ما تأجلش معنا العيد لبكرة او لبعدين لكن عيش معنا العيد طالما انت جيت ودخلت عيش معنا العيد لبن امه وكان الشعوب الكنعانيين عندهم اعتقاد كده يعني انك لو جبت الجدي وطبخت وعملت باللبن بتاع امه ورميت اللبن ده في الارض الارض دي تخسد فربنا قال لهم دي قساوة حتى مع الحيوان المدبوح دي وحشية انك اخدت الجدي ودبحته من امه وحرمت امه منه وكمان بتاخد اللبن عشان تطبخ الجدي بيه دي قساوة مش هفرح بيها ومش هقبلها زبيحة طول ما انا اقدمها لك يا رب لا ما قلت لكش كده علاقتي او علاقتك بيه ما تكونش على حساب علاقتك بالايه بالاخرين زي ما فيه ثبت ليا فيه ثبت للاخرين ايضا كلنا غلط مش صح حتى لو ما لقيتش قدوة من اشخاص كون انت قدوة عيش انت الفكر ما تبصش لغيرك لكن حسب ايه نفسك جنفه مرة قالوا للمسيح نفس الكلام على الكتب والفرسيين قال لهم كل ما قالوه لكم افعلوه اما اعمالهم ما تعملوهاش هم عندهم كلمة ربنا خدوا الكلمة وانتوا عيشوا بيها لكن ما لقوش دعوة بايه باعمالهم وتصرفاتهم عشان كده مرميش على غيري ما قولش ان كل غلط كل غلط ابق انت الصح كل غلط ابق انت الصح ما تظهروش امام الله في الاعيات فارغين لألا نسمع الكلمة فعلا كده ربنا يقولها لنا واتخمت من كسرة الكذبائح اعيادكم صارت مكرهة لي يعني شوفوا الايام اللي حط ربنا حطها عشان يفرح بشعبه الشعب ارف ربنا فيها بس مش ظهرين ولا واضحين قصادنا يعني ناس احنا مش شايفينهم ومش حاسين بيهم وإلا كان العالم ربنا حرق وانا رب الله يفيق الشر يغضى المالي العالم كان حرقه في الحال يعني فاكيد في ناس بس احنا مش حاسين بيهم نكمل عدد عشرين ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته احترذ منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه مين هو الملاك ده با ها شخص سيد المسيح لان اسمي فيه يقول له يسير امام وجهك لما هنيجي في الصحة 33 يقول كده ان لم يسر وجهك امامنا لا تسعدنا منها هنا كنتش هتمشي قدامنا انت ما تسعدناش من هنا وبعدين يقول له ده لا يصفح يعني عند سلطان الحل والايه والمغفرة فكان الملاك ده اشارة الى ملاك العهد الجديد اللي هو شخص المسيح قال له احترز واحرص على وجوده قدامك وهو عد خليه يزعل منك ويسيبك ولكن ان سمعت لصوته وفعلت كل ما اتكلم به اعادي اعدائك واضايق مضايقيك ليجي يدايقك ويعاديك انا اعاديه كان وقع علي هذا الاعتداء شخصيا شوفوا ربنا بيوصل بالوصية حد فين ان الانسان اللي يعيش الوصية ويقبل الوصية ويصدق الوصية ويعيشها وينفذها يتحد بالمسيح او يتحد بالله فيبقى كل دي واقع عليك انه واقع على شخص الله وعادي اعاديك واضايق مضايقيك فان ملاك يسير امامك ويجيء بك الى الواموريين والشيسيين والفرديين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فابيدهم ودول كل القبائل اللي كانت موجودة في منطقة فلسطين لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم تده ينبهوا تتخش في وسط الناس دول اوى تتطبع بطبائعهم وتقول مهو الكل بيعمل كده اعمل زيه بل تبيدهم وتكسر انصابهم تموتهم كلهم وتقطع كل الثواري وكل الانصاب وكل التمثيل اللي عاملنها وتعبدون الرب الهك فيبارك خبزك وماءك واذيل المرض من بينكم ثلاث حاجات الرئيسيين في حياة الانسان يعني يبارك في خبزك وفي ماءك يعني في اكلك وايه وفي شربك وابعد المرض عنك ما هو ممكن يبقى الانسان عنده اكل وشرب لكن ما بيقدرش يستطعم الاكل والايه عيان لكن ربنا بيقوله لو التسخت بيا واسمعت كلامي تستطعم حياتك يبقى حياتك لها طعم اكلك وشربك وراحتك يستطعم بيها وهو يا مناس بتكون وبتاخذ وبتعمل لكن ما بتقدرش تستطعم ما بتقدرش تدوق طعم الحياة الحل فقال له التساطك بالوصية يخليك تستطعم حياتك لا تكون مسكسة يعني امرأة تسقط او ما تقدرش تكمل الحبل بتاعها ولا عاكر في ارضك واكمل عدد ايامك حلوة الاية دي قوي اكمل عدد ايامك لشان كده تلاحظوا التعبير الحلو اللي كنا بنلاقيه في سفر التكوين لما كل واحد مشي مع الرب يقول ومات شيخا وشبعان ايام ايامه كاملة مش نقصة داود النبي صرخ لما عمل في الخطيئة قال له لا تأخذني في نصف ايامي اوع ما كنملش عدد ايامي ارسل هيباتي امامك وعزل جميع الشعوب الذين تاتي عليهم وواطيك جميع اعداء مدبرين كل الاعداء لقدامك اهربوا منك وارسل امامك الذنابير او الدبابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحتيين من امامك خشرة صغيرة تطرد الاعداء من قدامك لا اطردهم من امامك في سنة واحدة لألا تصير الارض خاربة فتكسر عليك وحوش البرية شوف حتى ربنا بيستعمل القوانين الطبيعية لا دا دول مش هتطردهم من قدامك مرة واحدة دول حطول في عمرهم وشوية بشوية عشان دول يتاكلوا بايه بوحوش البرية لان لو ما فنيت دول وحوش البرية هتتحول عليه حتى القوانين الطبيعية ربنا بيسخرها لخدمة الانسان اللي يلتصق بوصياه قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر عددك يكبر وتتلك الارض واجعل تخومك مملكة اسرائيل من بحر سوف بحر سوف اللي هو بحر القصب او خليق العقبة دلوقتي اللي في الاردن خليق العقبة الى بحر فلسطين بحر الميت دا من الجنوب للشمال ومن البرية برية السينة دا هي في الغرب الى النهر اللي هو نهر الفراط اللي كان خارج من الجنة لشان كده دي هي حدود اسرائيل اللي هم بيطلبوا بيها فاني ادفع الى ايديكم سكان الارض فتطردهم من امامك لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا لا يسكنوا في ارضك لالا يجعلوك تخطئ الي اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا والحدود دي ما تحققتش الا في عهد اتنين بس يعني مملكة اسرائيل ما خدوش الاراضي دي كلها الا في عهد اتنين داود النبي وسليمان لكن في باقي يعني ايام يشوع ما قدوش يخدو الارض دي كلها في ايام القضاة ما قدوش يخدو ايام سموئيل ايام شاول ما قدوش يخدو الارض دي كلها لكن ما خدوش الحدود دي ثعلا الا في ايام داود وايام سليمان عشان كده ان كان فيه وعود كتيرة تقالت للاباء لابراهيم والاسحاق والموسى واليشوع لكن هذه الوعود لم تتحقق إلا في شخص داود لم تتحقق هذه الوعود إلا في شخص داود اللي أخذ الوعد من ربنا صح لكن هنا قد يبدو أن فيه مظهر قصوى شوية ربنا قال له تخش على الأمم تعمل فيهم إيه تبادهم من كبيرهم لصغيرهم تموت الكل علشان ما أعلمكش الخطية ويدوغوك عني ويكونون لك إيه فخن قد يكون المظهر قاسي جدا علشان كده فعلا كان شعب إسرائيل قاسي لما نقرأ في حروب في سفر القضاء وما يعني شواء كان يخشوا البلد يحرموها كلها بحد السيف ولو ما عملوش كده كان ربنا بيقدمهم بطريقة تانية لكن ليه ربنا عمل كده أو ليه ساعات يبدو أن ربنا يعني مش عاد طب طفل الزغير زنبه إيه يا رب تموته هو لازم ناخد شوية ملاحظات ربنا ما كانش قاسي ربنا كان حازم جدا من أجل تنقية الشعب وده كان فعلا اللي بيحصل كان أول ما يسيبه ناس ويعايشون كان الناس دي تأثر عليهم وتعلمهم عبادات الأوسان فربنا نلتجأ للحيلة دي أو للطريقة دهية لأنه من حقه لأن النفوس دي ملك ليه من حقه أن ينهي حياة أي واحد في أي لحظة لأنه هو اللي أوجدهم ينهي صغير ينهي كبير زي ما هو عايز لكن عشان ما نقولش أن ربنا مش عادل لا ده ربنا كان عادل جدا 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 أولا لأنه الناس دي كانت تعرفه وبعدين رفضته يقول كده في رمية إذ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في ذهنهم أسلمهم إلى ذهن إيه مرفوض والدليل على كده أن الناس دي كان فيها ناس كويتة أيوب أيوب ما كانش من شعب الله ما كانش من شعب إسرائيل ملكي صادق ما كانش من شعب الله بالعام ما كانش من شعب الله لكن كان فيه ناس بتشهد لربنا وعيش مع ربنا فمش معنى أن هم مش من شعب الله أنه ما يعيشوش معاه لا ده فيه ناس أرفت ربنا وتمساكت به بالرغم أنه ما كانش عندهم لا كتب ولا معرفة ولا أي حاجة وناس من الشعوب دي بردك نفس الشعوب تابت ورجعت وانضمت زي رحاب رحاب كانت امرأة ذانية لكن انضمت إلى شعب إيه الله رعوس المؤابية من أصل الزنة ومن أصل الخطيئة والفساد انضمت إلى شعب الله ثمار فيه ناس كتيرة أرون اليابوسي اللي قدم داود النبي عنده الزبيحة كان من اليابوسيين وقورية الشيسي اللي كان بيحارب مع شعب الله كان من الحيسيين لكن دول ناس كانوا صحيح مش من الشعب المختار لكن تنقوا ودخلوا وتابوا وانضموا إلى ربنا فمش معنى كده نقول ان ربنا أبدهم لان ربنا عنده ناس وناس لا دا حتى اللي كانوا مرفوضين لما جموا وتنقوا دخلوا وبقوا مقبولين لكن الأحلى من كده لو رجعنا لسفر التكوين عشان نشوف ان ربنا مزظالم سفر التكوين صح 17 لما قد الوعد لإبراهيم بالأرض دي كلها سفر التكوين صح 15 عدد 18 صفحة 23 تكوين 15 عدد 18 أسف من عدد 16 لما كان ربنا بيكلم إبراهيم يقول له وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا لما كان دخلوا في الرؤية وفي العتمة وقالوا انت شعبك ونسلك حيتزل في أرض مصر لمدة 400 سنة وبعدين هيخرجوا من الأرض ده هي توديهم الأرض اللي يمتلكها الأموريين بس قالوا مش دلوقتي مش دلوقتي ليه لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا يعني أنا نطول بالي عليهم بديهم فرصة أن هم يتوبوا لكن بسبق علم الله عارف أن في لحظة لا يمكن يتوبوا بعد كده أن الذنب كمل عشان كده حيطرد ويهلك كل الناس ده هيت فكانوا في قصوة في امتلاك الأرض لأن ربنا بسبق علمه كان عارف أن الشعوب دي ما منهاش فايدة وأن القلب وصل لحالة تقصة أو حالة تحجر مش حيتوبوا عشان كده أبدهم وبالرغم من كده الناس اللي كان فيها عندها استعداد أنها توب كان بياخدها ويدمها إلى شعبه وبكده يبقى إحنا خلصنا الوصاية العشرة كلها بتفاصيلها والوعد من ربنا أن اللي حيعيش بالوصية ده هي استطعم حياته اشتمتع بيها أكثر من كده أنه يصير في وحدة بينه وبين الله وعادي أعداءك وأضايق مضايقين أنا وإنت نبقى واحد وده الطلبة اللي جاء لها المسيح ليكون الجميع واحد إيه فينا كما أنا وأنت إيه واحد ترجمة نانسي قنقر